تتواصل جهود الدولة لتحقيق النهضة العمرانية الشاملة وحققت مصر طفرة كبيرة في قطاع الإسكان خلال عام 2023 حيث بذلت الدولة جهودا ضخمة وحققت نتائج مميزة جعلتها محطة أنظار العالم طفرة كبيرة حققتها الدولة المصرية وتفوق غير مسبوك أنجزته في إطار خطتها الطموحة للنهضة العقارية التي بدأتها منذ عام 2014 حيث بذلت جهودا ضخمة وحققت نتائج مميزة جعلت تجربتها العمرانية محطة أنظار العالم الدولة حرصت منذ البداية على تكثيف العمل في مختلف الملفات والمحاور في نفس الوقت لتحقيق إنجاز كبير وسريع فعملت على كل المحاور مثل محور الإسكان الاجتماعي والمتميز والفاخر بالإضافة لطرح الأراضي التي تناسب مختلف الفئات المجتمعية بجانب استمرار العمل على المبادرات التي لقت قبولا واسعا من المواطنين كما وضعت نصب أعينها هدفا كبيرا متعلقا بإنجاز الأعمال في ملف المرافق ومياه الشرب والصرف الصحية وذلك استمرارا لتحقيق النهضة وتنمية المدن العمرانية الجديدة وتطوير المدن القائمة بالفعل وعلى صعيد المدن العمرانية الجديدة بلغ عددها إحدى وستين مدينة بمساحة إثنين وثلاثة من عشر مليون فدان ويسكن هذه المدن حاليا أكثر من أحد عشر مليون نسمة ومن المقرر أن تستوعب أكثر من ثمانين مليون نسمة مستقبلا المدن الجديدة تضم كذلك مناطق صناعية بمساحة مائة واثنين وخمسين ألف فدان ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بها خلال الفترة المقبلة مائتي مليار جنيه أما على صعيد معدلات الاستثمار بالقطاع العقاري فقد زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام الفين ثلاثة وعشرين عن نفس الفترة من العام الماضي الفين اثنين وعشرين بنسبة تجاوزت اثنين واربعين في المائة حيث بلغ عدد قطع الأراضي المحجوزة خلال عامي اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين وحتى الآن أكثر من ألف وسبعمائة وثمانية عشرة قطعة أرض بمساحة تتجاوز سبعة وثمانية من عشر ألف فدان وتوفر أكثر من مائتين وثلاثين ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع عام الفين ثلاثة وعشرين حيث بلغ عدد القطع المحجوزة ثمانمائة وتسع واربعين قطعة أرض بمساحة ثلاثة ألاف وخمسمائة وستين فدانا توفر مائة وخمسين ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضي بالدولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين ستمائة وتسعة وعشرين طلبا فيما بلغت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية أكثر من ستة وسبعين مشروعا في ثماني مدن جديدة بمساحة خمسة عشر وثلاثة من عشر ألف فدان توفر ثلاثمائة وعشرة ألاف فرصة عمل هي إذن جهود كبيرة ونتائج غير مسبوقة حققتها الدولة في إطار خطتها الطموحة لتحقيق طفرة عقارية ترجمة نانسي قنقر